يا مرحبا بكم في كوجين تيسرة اليوم مش نعملو مبعادنا كسكسي أزعر بالفاكية والحمل علوش كل واحدو طريقا متاعو هذي تاريختي تبعوها صدقوني ابنينة عن الأخر أول حاجة مش نبديو إننا مش ناخذو طروف الحمل علوش كل واحدو مش نوى الامكانيات اللي عندو كل قدير وقدرو ما يهمش مش نحطو معها شوية فلفل لكحل وشوية كركم وشوية ملح وبينسيوغ مش نحطو نكتة بركة فلفل زينة هذيك اللي ممشي خليش الحم معناتها كلي يبدأ أصفر برشا معناتها في اللون وكمام زيدة يعطيه بنا تخلط هذي الكل وتخليه من سعتين ثلاثة أربعة وهو يشربك اللفاح ومن بعد يجيك بيننا عن الأخر وتخلي الحمص متاعك في الماء وشوية ملح وشوية كركم حتى لين يشربك الماء هذيك ويطيب لكو الحمص متاعك وكل مرة زيدوا شوية ماء كان الحمص معناتها كلي اسحيح رأس كي ما نقولو اللي هني التنجرة متاعي حتي تفقى شوية زيد سخنته ومبعد سكرت عليه وباش نحط فيه الزبيب باش حتى لينك اللي يتقلق شوية ويتنفخ الكعبة تحسها كلي تنفخط هذي يعطي الزبيب بنا مش نعمال ويعطي هكا تحفون على الأخر الفازة هذي بيصور ريتها عند طبيخة في عرص واحدة تكون منه ومن اللي عجبتني الفازة وضغطه معنطة بنينا على الأخر من وقتها ما عادش مبدلها بالكل تنحي الزبيب متاعك وتحطه مع الحمص وتخليه على شيرة ونحطه معاها شوية اقتيرات متاع زهر يبنن مش نعمال ومن بعد رو باش تخليهم اذهم على شيرة حتى لين يشربوك الزهر هذيكا ويولي فيهم مطعم لبنين ومن بعد باش نزيدهم شوية من الفاحم معنطة من السوس اللي طب فيها الحم تنوريكم من بعد لها ناخد لذا جرينات فلفل نشقهم ونحط فيهم ملح ونقليهم على زيت متوسط باش ما تحرقهمش مباعد باش ناخو باصلتين كبار باش نقصهم جوينة حا طويلة معنطة كبيرة ببلتوخ شينة شوية ومانيش باش نخليهم حتى نين يذبالوا كمبلتمن على خاطر ما نحب باش النوع المطعم متاع التختوخ يجيني كيما يجيني ببلتوك كيما تختوخ متاع الطاجين وكيما البرود وكيما درشنا نحب وهذا عندو معنطة خاص بهو ببنين على الأخر خاص بالكوسكسي معنطة ثم برشا ناس تقول ليس راكين طيب لازعر نحسوا وكا اني ناكل فيه مما باسقام تاع برود ولا دركي فاش لهناء باش تحط الحمم متاعك وباش توطي النار وباش تخليها كيكة حتى لين اللون متاعه كله يتبدل والحاجة اللي ننصحك بها انك تختب لهناء على نار متوسطة حتى لين المطعم البنين متاع الحمم العلوش يخرج في وسط المرقم تاعك شفتوله هنا هاو كبدا يتقلى حتى منزيد معنطة هظهر باش نحط لهناء شوية ملح وشوية في الفلكحل وشوية كوركم ما تكثرش الملح على خاطر انا حتين في الحم و الحمم العلوش يشد الملح معنطة ردوا بالكم انبعد باش نبدأ نسقي باش شوية باش شوية مانيش باش نغم الحم ونخليه حتى لين يتيب لا نزيد الماء باش شوية باش شوية حتى لين الحمم متاعك تحسه في صل على العظم وقت هتعرف اللي هو طعب هذي معنطة مرحلة مهمة على الاخر باش جيكو سكسيك بنيه لهنا باش نخرطل باش نحط فيه شوية كوركم و باش نحط فيه شوية ملح و باش نحط فيه شوية زبدة ذايبة وزيد هذي اختياري معنطة كما تحبش تحط زبدة ما تحطيش اما رهي صدقوني في اللازعر معنطة اتبنن باش ننبثبثو مليح ونبعد باش نحط له شوية ماء متسقيهوش برشا الماء باش يقبل لك اسقاه هذي معنطة معروفة كي تخدمه هكا بين يديك و كأنك قاعدة تكسكس فيه يعطي زادة بنا اخرى راولي الكس كسيرا شوفتون المرقة كيفاش لازم يكون هنا حتيتو باش يفور ونحط معاها عواد متاع قرنفل وهنا نحل لك الفرغة ذيك الصغير باش البخار يطلع و الكس كسي معنتها الكل يتعمل لهنا باش نجيو للفاكية متاعنا اللي قليتها في الزيت بيانسور هنا عملت شوية كل اللي عندك رو مش بشرتي انا خاطر كل مرة لو ناخد طرف نستعمل ونخبي منه طرف هذيك علش معنطة يقعد لي هكاية شوية فاكية تخليها لكلها في الزيت اخر حاجة تخليها هي البيستاش على خاطر معنطة ما يتخليش برشا وتخلي شوية شوية حتى لين اللون متاعه ويتبدل تنجم تعمل زيت بركة كي ما تنجم تعمل زيت وزبدة وانتي معنطة حرة لهنا باش نهبط الكس كسي متاعنا هذيك باش نعملو شوية بركة ماء هذي الفورة اللولة متكثرش من الماء المهم معنطة جوز تبلو هكاية باش الكعبات متاعو يتشربو معنطة باش مبعد ينجم في الفورة الثانية يتنفخ لك ويوليلك معنطة باي هذي الهناي خذيت شوية من السالسة متاع السوس بليتو متاع الكس كسي وصبيتلوش الهناي باش نخليه نعاود يغلي شوية ولي بشيغلي هذيك راني باش نصب منه للكس كسي على خاطر قلت لكم فيه هن الزهر معنطة يبنو لهناي حتيت شوية بركة قرفة مرحية معنطة تحب تحطها تحب ما تحطيش راو ما يبانش المطعم تاحا ما تخافش ماء تبنن هو شوية بركة خذيتك السقا هذيك وباش نخلطو مع الكس كسي ما تقولش راو المطعم الزهر بش يبدو كلي قوي وكل شاي خاطر ساديبون انت وقدش حتيت معنطة كي تبدو مغرفة صغيرة ما تأثرش ماء تعتي مطعم بهي لهناي باش نخلطو هذيك ومبعد باش ناخو السقام تاعي وباش نسقي معنطة الكس كسي بكل السقام تاع الحم ساقية لولا ومبعد تخليه يشرب شوية تغتيه ومبعد تكملو الساقية الثانية اول خليت بزايد سقا خطر من عرش قد الشوشر بالكس كسي اما بعد ما ساقيتو هكي وخليتو رتاح عودت رجعت المرقة للغاز معنطة التغلي حتى اللي نشربت كمبليت ماو خطر الهني السي اسي سوفيزان باش خليت معنطة اللي الصاصر معنطة في اللخر المرقة بليتو خاطرة بالقدي بالقدي تو تشوفوا معنطة كيفاش نقصت هذيك معنطة اللي يزيد يبنن معنطة ما يحبش يسر السقا راهو على خاطر معنطة يوليلك معجن ويوليلك مبلول وما يجيكش ابني لازم يبدأ اسقا في اللخر معنطة عرقة بالقدي بالقدي هاو كديتو كيفاش ومبعد ما يشرب تزين الكسكسين بتاعك كما تحب هذي هي وصفتنا اليوم ان شاء الله يا ربي تعجبكم ان شاء الله تطبقوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات وطعم عليك نقولكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمة دمتم في رعاية الله وبسلامة